السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقطع جديد يتعلق بإنجاز الصفحة 45 من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة الخامسة النجاح عفوا ليس الجيد النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة من التعليم الإبتدائي ونبدأ على بركة الله بالتمرين الرابع السؤال الأول أكتب جميع القواصم العدد 45 إذن مطلوب أني كتابة جميع قواصم العدد 45 بمعنى الأعداد التي تقبل القسمة على 45 نعم 45 هل يقبل القسمة على 1؟ نعم 45 على 1 45 45 يقبل القسمة على 2؟ لا يقبل القسمة على 3؟ نعم 45 يقبل القسمة على 3 نعم هل يقبل القسمة على 4؟ لا يقبل القسم على خمسة نعم يقبل القسم على خمسة نعم هل يقبل القسم على ستة لا هل يقبل القسم على سبعة لا هل يقبل القسم على ثمانية لا أيضا هل يقبل القسم على تسعة نعم يقبل القسم على تسعة نعم نعم ثم نأخذ رقم 10 لا أيضا رقم 11 لا أيضا 12 لا أيضا 13 لا أيضا 14 لا إذن و 15 يعني أي عدد يعني كان قسمه هذا العدد كان قسمه على 45 يعني أنه رقم صحيح نعم هذن هما القواصم ديال العدد 45 إذن عنا 1 و 3 و 5 و 9 و 15 نعم و بنفس الطريقة سنخدمه على الرقم 63 إذن يعني الأعدد لك في القسمة 63 هو رقم 1 أيضا و رقم 3 و رقم عنا رقم 7 و رقم 9 و رقم 21 وهذا الرقم نفسه اللي هو 63 إذن بنفس الطريقة اللي خرجناه التمرين الأول التمرين الثاني ثم أكتب القواصم المشتركة بين العددين 45 و 63 إذن القواصم المشتركة بين هذا العدد 45 و 63 لدينا هنا رقم 1 نعم و لدينا رقم 3 أيضا لدينا رقم 9 إذن القواصم المشتركة بين العددين 45 و 63 هو 1 و 3 و 9 ثم أحدد أكبر قاسم مشترك للعددين 45 و 63 إذن شكونا هو الرقم الأكبر إذن هو رقم 9 إذن هو أكبر قاسم مشترك فيما بين هذه الأدد التمرين الخامس السؤال أول أكتبوا جميع مضاعفات 8 الأصغر من 37 وتخالف الصفر بمعنى نعم إذن المضاعفات منذ الرقم 8 الأصغر من 37 وتخالف الصفر نعم هو يعني 8 في 2 اللي هي 16 نعم وهي أيضا رقم 8 نفسه هو رقم 16 ثم 24 نعم 24 و 2 و 3 لجدول الضرب ديال 8 تفقنا إذن 8 16 24 32 ثم أكتب جميع مضاعفات رقم 12 الأصغر من 37 وتخالف الصفر ديال 12 إذن 12 هي نفسه ثم 24 ثم لغي جميع مره 36 تفقنا إذن هذه هي المضاعفات ديال 12 ثم أكتب المضاعفات المشتركة بين 8 و 12 الأصغر من 37 وتخالف الصفر إذن الأصغر من 37 وتخالف الصفر يعني الرقم المشترك بينهم عنا هو 24 و 20 إذن هو 4 و 20 هذا هو القاسم المشترك ما بين 12 و 8 ثم أحدد أصغر مضاعف مشترك للعددين 8 و 12 وبما أننا عنا واحد قاسم مشترك بينهم أو واحد مضاعف مشترك بينهم إذن هو 24 نفسه الآن التمرين السادس التمرين السادس قال ألون بالأخضر الأعداد الفرضية مني كان قوله الأعداد الفرضية هو 1 3 5 إلى ما لا نهاية وبالأسرق الأعداد الزوجية بمعنى 2 4 6 عود إلى ما لا نهاية من الأعداد إذن سنقوم بتلوين هذه الخانات كما هو مطلوب بالنسبة للأعداد الزوجية قوله نبلغ الأسرق إذن غاللونه 12 واللونه 124 واللونه أيضا عنا رقم 128 ورقم 400 نعم وهنا يعني مئة وعشرون وعنا هذا العدد لدينا أما الأرقام المتبقية فهي كلها نعم أعداد فرضية نعم وهذه الأخضر أنا ما عنديش قلم زيان نعم هذو قالونا وبالأخضر الأعداد الفرضية الأعداد الفرضية هما هذو نعم هذو اللي يبقى لنا اللي ما درنا لهم شي اللي هو الأزرق تفقنا إذن هذو هما الأعداد الفرضية نعم أنا ندلكم فيهم على ما بيش تميزهم إذن هذو هما الأعداد الفرضية ثم السؤال موالي السؤال السابع أضع مكان كل نقطة رقما ملائما لتكون الأعداد تالية قابلة للقسمة على ثلاثة وستة وأربعة في آن واحد نطلق مني أنا ندر هذو الأعداد يعني واحد العدد في هذه الأماكن المناسبة وفي نفس الوقت كوكا تقبل القسمة على ثلاثة وعلى ستة وعلى أربعة نعم عند السؤال السابع أضع مكان نقط كيف ما قلنا رقم ملائما لتكون الأعداد تالية قابلة للقسمة على ثلاثة وستة وأربعة في آن واحد نحن عالنا هنا واحد وعالنا واحد نعم الأعداد اللي ممكن ندرهم دلقسمة هم الأعداد الزوجية ماشي الأعداد الفرضية الأعداد الفرضية لا يمكن القسمة إذن هكذا أنه لدينا صفر والرقم التاني سيكون اثنان ومنهم وراه أربعة ورقم ستة وراقم ثمانية هذه هم هما الأحتمالات التي سيكون لدينا ديا الأرقام الممكن أننا نوضعهم هنا يتفقنا إذن إذا هو صفر هل يقبل القسمة يعني إذا كاننا هنا أحدesting قال ما حصلت تقيعد القسمة على 3 قال ما حصلت تقبل القسمة على 6 قال ما حصلت pi إذن لا إذن هذه 2 إذا Т Fareed يعني كنت تقيعد القسمة Aurora تقبل القسمة على 3 نعم تم II أينا إذن 2 يعني نقدر نقله صحيح Früh بالنسبة لاربعه إذا دلنا هنا 14 إذا قبل القسمة على 3 لا إذا 4 على 6 إذا كانت هنا 16 تقبل القسمة على 3 نعم إذا كانت هنا 16 ما غيرت القسمة على 3 وإنما تقبل القسمة على 4 تفقنا إذا حتى 6 فهي لا تقبل يعني كتقبلنا على شوما قالونا في آن واحد يعني واحد رقم يقبلهم في آن واحد هنا 8 إذا دينا 18 قسمنا على 3 فهو رقم غير صحيح إذن هذا الرقم غير صحيح إذن الرقم الوارد الرقم المناسب هو الرقم 2 نفق نفس الشيء سوف نمشي العملية الثانية بنفس الطريقة سوف نأخذ رقم 0 و2 و4 و6 و8 لاحظ إذا درنا 0 4400 سوف نقبل القسم على ثلاثة إذن هنا سوف نخرج رقم فئة الفاصلة في صفر إذا اخذنا 2 سوف نرى 4420 إذن حتى 2 سوف نخرج واحد رقم لفئة الفاصلة وقبل واحد رقم الرقم آخر لا تقبل إذن سوف نقوم بقى 4 سوف نجرب أربعة وشك تقبلنا القسمة لعنة إذا اخذنا رقم 4 فهو رقم صحيح تفقنا إذا قسمته درته هنا 4 وقسمته على ثلاثة غيعتكم رقم صحيح قسمته على ثلاثة غيعتك رقم صحيح قسمته على ثلاثة غيعتك رقم صحيح نشوفه 6 وش يمكن أو لا يمكن نجربه 6 نعم إذا دلنا واحد عملية القسمة دلنانا 3 ألف أعفواً أربعة واربعمائة وستون وقسمنا على ثلاثة غيعتنا وحي الرقم يعني في الفاصلة إذن حتى هذا غلط بالنسبة رقم ثمانية أيضاً حتى ثمانية اللي درناها غيخرجنا وحي الرقم فيه الفاصلة أعفواً غيخرجنا وحي الرقم فيه الفاصلة إذن الرقم الصحيح اللي خرجنا هنا هو أربعة غذي نديره هنا فهذا العدد هذك يقبل القسمة على ثلاثة وعلى ستة وعلى أربعة في آن واحد نعم بنفس الطريقة غذي نخرج العملية الثلاثة الثلاثة واربعمائة وعشرون مقرنا واحد نحن غذي نديره وعننا صفر وعننا اثنان وعننا أربعة وعننا ستة وعننا ثمانية بنفس الطريقة وغذي نجربه إذا وضعنا هنا صفر هل يقبل القسمة؟ نعم بالنسبة لهذا العدد تقلنا إلا درنا صفر هنا فهو سيقبل القسمة على جميع هذه الأعداد تفقنا بالنسبة لهذا الصفر صحيح بالنسبة الاثنان اللي درناها هنا درنا رقم اثنان فهو لن يقبل القسمة نعم إذا خطأ أربعة أيضا لن يقبل القسمة ورقم ستة يقبل ورقم ثمانية لا يقبل إذا هنا ينتم عندكم الحرية إما تكتبوا رقم اثنان أو تكتبوا رقم أربعة فكلاهما صحيح تفقنا اللي درتوا إما عفوا ليس أربعة وإنما ستة يعني اللي درتوا فيهم صحيح إما تدر اثنان أو تدر ستة فهو صحيح عفوا هنا رقم صفر ورقم ستة ما شيء رقم اثنان نعم السؤال أو التمرين الثامن مطلوب مني جونتون لي ملتيبل دو كاتر مطلوب مني أنني ندر واحد دائرة على المضاعفات ديال الرقم أربعة وعننا ألفا وأربعة سبعمائة واثنين وثلاثون أربعة ألف واثنين وعشرون ستة ألف وستمائة وثمانون تسعة ألف و تسعمائة وخمسة ستة ألف وستمائة وستuries ثلاثة ألف وستة وسبعة ألف وسبعمائة وثمانية إذن هنا أصدقائي الطريقة شهلة هي أن هذا الأعداد غمقسمهم على 4 إذا خرجنا رقم صحيح فهو يقبل القسمة أما إذا ما خرجنا لا يقبلوا الحرصة فهو لا يقبل القسمة إذاً بالنسبة للرقم الاول 1400 قصلنا على 4 فكيتلنا رقم صحيح بالنسبة لرقم 732 أيضا كيتلنا رقم صحيح إذن هو صحيح 4022 كيخرجنا رقم في الفاصل أيضا خطأ نعم الرقم الرابع 6608 نعم يقبل القسم على 4 والمضاعفة لرقم 4 نعم بالنسبة الرقم الخامس 9905 غلط نعم 6666 حتى هو خطأ نعم وبالنسبة للرقم 7366 حتى هو خطأ وبالنسبة للرقم الأخير فهو من مضاعفة الرقم 4 هذا ما يتعلق بالتمرين الثاني بالنسبة للتمرين الأخرى إن شاء الله سأضعه في مقطع لاحق وإلى اللقاء